بابدأ الجزء الرابع مع هاري اللي كان بيحلم والحلم كان عبارة عن ان فولدمورت رجع تاني وكان قاعد مع اثنين بيتر اللي كان الفار بتاع رون هو واحد تاني هاري مايعرفوش وكان في واحد عجوز بيسمعهم بس جيت عبان وقال لفولدمورت ان في واحد بيسمعهم ففولدمورت قضى على الرجل العجوز وهاري ماكملش الحلم عشان هيرميني جات صحته هو ورون ونزلوا مع بعض واب ورون خدهم كلهم باخوة رون كمان عشان يوديهم كس العالم بتاع الكويديتش وعرفهم في الطريقة على شاب معاهم في مدرسة هاجواردس بس اكبر منهم في السن واسمه سيدريك وكملوا ماشي لحد مواقفوا كلهم حوالين ادات تنقل على شكل جازمة اسمها بورتكي ومسكوها كلهم وعدوا واحد اثنين ثلاثة وطاروا وتنقلوا للمكان بتاع كاس العالم للكويديتش ودخلوا الخيمة بتاعتهم اللي هيناموا فيها وبالليل راحوا يتفرجوا على ماتش الكويديتش بس قابلوا دريكو وليس يسابوه واللي رخموا عليهم كالعادة وبعد كده تفرجوا على ماتش الكويديتش اللي كان بين ايرلندا وبالغاريا بس بعد الماتش لما رجعوا الخيمة لقوا الخيمة اللي حواليهم كلها بتولع والناس بتقول اهربوا بسرعة اكلي الموت اتباع فولد مورت جايين يقتلونا وكله طلع جاري بس هاري تاه في الجاري من صحابه ووقع واغم عليه ولما فاء لقى الشخص اللي شافه في الحلم قعد مع بيتر وفولد مورت بيرسم في السماء جمجمة رمز الفولد مورت واتباعه اكلي الموت لحد ما جاء بورون والباقي وانقذوه وفي طريق رجعهم للمدرسة هاري بعد جواب بكل اللي حصل لسيرياس بلاك ووصلوا المدرسة ودخلوا القاعة ودمبلدور كبير السحراء قال لهم السنة دي مدرستنا تستضيف حدث تاريخي اللي هو دورة السحراء السلسية واللي بتجمع بين ثلاث مدارس وهيتم اختيار طالب واحد من كل مدرسة عشان ينافس في الدورة دي وقال لهم رحبوا معي بأول مدرسة مدرسة بوباتن ومدرتهم الاستاذة مكسيم ودخلت مدرسة بوباتن وبعد كده ديمبلدور قال لهم رحبوا معي بتاني مدرسة مدرسة دارمسترانج ومديرهم ايجور كاركروف ودخلت مدرسة دارمسترانج ودمبلدور قال ومعنا برضو رئيس مكتب التعاون السحر الدولي الاستاذ بارتي ويشرح لنا اكتر عن المسابقة وطلع بارتي قال مفيش طالب هيشارك تحت سن السبعتاشر ودمبلدور قال لهم اي حد فوق سن السبعتاشر عايز يشارك يكتب اسمه في ورقة ويرميها في كاس النار دي وتاني يوم هاري وصحابه دخل لهم مدرس جديد للدفاع ضد السحر اللي سود اسمه أليستر مودي بس مودي كان شكله غريب واسلوبه كمان غريب وقال لرون قوم قول لي تعويزة ممنوع استخدامها فرون واقف مرعوب وقال له تعويزة اسمها إمبيريوس فمودي جاب عن كبوت وقعد يعزبه بالتعويز الممنوعة لحد ما هرمين اضايقت وزعقتله وراحوا بعد كده القاعة عشان يشوفوا من التلاتة اللي هيشتركوا في دورة الصحراء السلسية ودمبلدور أعلن من مدرسة دارمسترانج واحد اسمه فيكتور كيرام ومن مدرسة بوباتون واحدة اسمها فلور واللي هيشارك من مدرسة هاجوارتس هو سيدريك الولد اللي هاري واصحابه تعرفوا عليه قبل كده ودمبلدور قال لهم اللي هيكسب منكو انتو التلاتة هياخد الكاس دي بس الغريبة ان كاس النار بعد ما خرجت التلات اسامي دول خرجت لدمبلدور اسم هاري بوتر واللي كان اصغر من 17 سنة وما ينفعش يشارك فالطلبة كلهم بقوا يقولوا لهاري يغشاش ودمبلدور كان مداء منه جدا فهاري قال له انا ما حطتش اسمي في كاس النار عشان اشارك وما خلتش حد يحطه فبرتي قطعهم وقال لازم نلتزم بقرور كاس النار وهاري يشارك في الدورة السلسية بس رون وهرميني كانوا زعلنين من هاري عشان كانوا فاكرينه قدم في المسابقة من وراهم وتاني يوم هاري جات له رسالة من سيرياس بلاك بتقول له قابلني الساعة واحدة بالليل في قضة جريفندور العامة ورح هاري ولقى سيرياس بلاك جايله على شكل نار وبيكلمه وقال له ايجور كاركروف مدير مدرسة دارمسترانج ده كان من اكلي الموت اتباع فولدومورت خلي بالك عشان هاجورتس ما بقتش اامنة وبعد كده هاجر اتخذ هاري وعرفوا ان اول مهمة لازم ينجح فيها في الدورة السلسية هتبقى ضد التنانين وتاني يوم المدرسة كلها بقت لفسة شارع عليها جملة هاري غشاش ودريكو قال لهاري انا وبابا ترهينا انك مش هتصمد في الدورة السلسية اكتر من عشر دقايق ودريكو بعد ما رخم على هاري كان عايز يتخنق معاه بس مودي جيه حوله لنمس والمدرسة كلها دحكت عليه وجم عاد اول مهمة في الدورة السلسية وهرمين اللي كانت زعلانة من هاري جال تشجعه وبارتي قال لهاري والثلاث مشتركين هتواجه تنانين وكل تنين لبيضة ومهمتكو البسيطة تجيبوا البيضة من التنين ودخل سيدريكو فلور وكرام وعرفوا يجيبوا البيض من التنين وانتقلوا للمهمة اللي بعد كده وجيت دورة على هاري اللي كان قاعد مستني وهو مرعوب ودخل يواجه التنين الضخم وكله كان بيتفرج عليه والتنين اول ما شاف هاري قاعد يضربه وهو يطلع عليه نار لحد ما هاري جاب مقشيته السحرية وطر بيها والتنين طر وراك وفي المطاردة التنين ضرب هاري وهاري كان خلاص هيقع بس هاري عارف ياخد مقشيته السحرية تاني وطر بيها وسبق التنين ورجع خد البيضة وعد اول مهمة هو بالليل الناس كلها كانت بتحتفل بيه ونام هاري وحلم نفس الحلم وصحي تاني يوم وسيدريك قاله اطلع حمام الطالبة المثاليين في الدور الخامس وخد بضة التنين معاه وطلع هاري الحمام لقى شبه مرتل الطالبة اللي ماتت قبل كده في المدرسة وقالت له انزل بالبيضة تحت المية وافتحها وعمل كده فسمع صوت بيقوله تعالى بحس عنا من مكان صوتنا قدامك ساعة واحدة بس بس كل اللي هاري فهمه من الرسالة دي انها بتاعت المهمة التانية في الدورة السلسية وان ليها علاقة بالمية وبعد كده نيفل صاحبه في المدرسة جاله قطه وهاري قاله انت مهتم بالنباتات ما تعرفش نبات يخليني قاعد ساعة تحت المية بتنفس كويس فنيفل اداله نبات اسمه جيليوود وجمعه دي المهمة التانية اللي كانت في البحيرة السوداء والمهمة كانت ان كل واحد من الاربع مشتركين هينزل المية يجيب واحد من الطلاب اللي مربطين تحت ونط هاري في المية والنبات اللي نيفل ادهوله وخلى عنده زعانف زي السمكة لحد ما لقى رون وهرميني مربطين في المية وكان عايز يفك اللي اتنين وياخدهم بس وحوش البحيرة كانت بتكبره انه ياخد واحد منهم بس لحد ما كيرام جاء على شكل قرش وخد هرميني وطلع بيها وسيدريك خد واحدة من الطلاب وطلع بيها هو كمان بس فلور اختها كانت تحت المية ومعرفتش تطلعها فهاري خد رون واخت فلور وطلعهم هما الاتنين وطلع بعديهم وخلص المهمة التانية في المركز التاني بعد سيدريك اللي خلصها في المركز الاول بس وهاري ماشي بالليل في الغابة لقى بارتي ميت في الارض فرح لدمبلدور ودخل قطه وبص في المرايا اللي فيها ذكريات دمبلدور لحد ما دخل ذكرياته ولقى نفسه قاعد جنب دمبلدور في محاكمة ايجور كاركروف زمان وبرتي كان هو اللي بيقود المحاكمة وقال لكاركروف انت بتتحكم دلوقتي عشان انت من اكلي الموت وسأله مين تاني تعرفه من اكلي الموت فكاركروف قال له كراوتش ابنك اللي قاعد ده من اكلي الموت هو كمان فكراوتش ابن بارتي طلع يجري بس مسكوه وبرتي سجنه في سجن ازكبان ورجع هاري تاني للحاضر وتكلم مع دمبلدور وقال له كراوتش ابن بارتي ده انا بشوفه في حلمي قاعد مع بيتر وفولد مورد فدمبلدور قال له حاول تتخلص من الحلم ده باي طريقة وجمع عادل مهمة التالتة والاخيرة ودمبلدور قال احنا خبنا الكاس بتاع الدورة السلسية في متاهة واول واحد هيوصله ويلمسه من الاربع مشتركين هو اللي هيكسب واي مشترك عايز ينسحب بيعمل شرارة حمرة من عصايته ودخلوا المتاهة وفلور اول ما دخلت في شجرة مسحورة سيطرت عليها ومنعتها من الحركة فهاري رجع لها وانقزها وخرج شرارة من عصايتها وخرجها برا المتاهة وكرام اول ما دخل المتاهة كان مسحور فسدريك ضربوا التعويزة وجري مع هاري عشان يلاقوا الكاس ولما لقوه اتفقوا انهم يلمسوا مع بعض بس الكاس طلع بورتكيه ونقلهم لمكان طلع لهم فيه بيتر وفولد مورد وبيتر قتل سيدريك بتعويزة وحط فولد مورد في زير سحري وعور هاري وخد من دمه وحطه عند فولد مورد وقام فولد مورد ورجع تاني لشكله وجاب مجموعة من اكليل موت واللي طلع ليسيوس ابو دريكو واحد منهم بس هاري مسك عصايته السحرية وتحدى فولد مورد وكل واحد منهم قال تعويزة على التاني بعصايته لحد ما هاري قطع اتصال التعويز وجري خد جسدريك ورجع بالبورتكيه لمكان الجمهور تاني وقال لهم وهو بيعاية فولد مورد رجع تاني ورجع هاري للمدرسة وقعد مع مودي بس مودي قال له هاري اخيرا فولد مورد سيد الظلام رجع تاني فهاري استغرب من كلامه فمودي قال له انا اللي حطت اسمك في كاس النار وانا اللي خليت الكاس بورتكيه عشان ينقلك لمكان فولد مورد بس دخل عليهم ديمبل دور وسنايب وماجون اجل وعرفوا ان ده مش مودي ومودي الحقيقي محبوس في قبه وعرفوا ان ده كراوتش ابن بارتي وكان محول شكله لشكل مودي عشان كان بيشرب جرعة بولي جوس اللي بتحول شكل الساحر لشكل اي حد هو عايزه فدمبل دور قال لهم ابعتوا لسجن ازكبان يجو ياخدوه وفي اخر السنة ديمبل دور راح لهاري وقال له خلي بالك عشان احنا هنواجه حاجات صعبة الفترة الجاية وخرج هاري من قطه لقى كل الطلاب بيودعوا بعض فرح ودع رون وهيرميني وتوتا توتا خلصت الحدود فيلم هاري بوتر اندى جوبلت اوفاير انتاج سنة 2005 بطولة دانيال راتكليف اللي هو هاري بوتر واما واتسون اللي هي هيرميني في النهاية حابين ننوهن معقى سيمر ومفتح قناة جديدة لملخصات الافلام والمسلسلات ونزلوا 3 فيديوهات لحد دلوقتي هتلاقوا رابط القناة في اول كومنت ياريت تشتركوا في قناتهم وتقولوا لهم انكم من طرفنا ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيجي جديدة على الفيسبوك هتلاقوا لينك بتاعها تحت في وصف الفيديو ياريت تعملوا لها فولو لو عايزين يوصلكوا كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولاقيك للحلقة ولو بتحب كناوات الاسئلة زي اسئلة في الكورة والدين الاسلامي والافلام فاحنا عاملين قناة تانية كده اسمها اختبر معلوماتك هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن بقدخل ببص عليها بص